لماذا يعتبر الرقم 666 رقما شيطانيا وما هو معناه الخفي؟ سمعنا جميعا أن الرقم سيء السمعة 666 والذي يشار إليه بغموض في العهد الجديد باسم عدد الوحوش وبات يعرف في الفترة اللاحقة برقم المسيح الدجال لكن ما سر هذا الرمز؟ هل الرقم المتناظر الذي بعث الخوف في قلوب الجميع لألفي سنة مضت؟ أم أنه رقم أليس كذلك؟ أم لا؟ يشرح الفترة في البرنامج التلفزيوني نامبرفيل بأن رقم 666 لا يتميز بأي خصائص رياضية ملحوظة لكن إذا بحثنا في تاريخه فسينكشف شيء مذهل حقا حول الطريقة الأصلية التي كتب بها الإنجيل وقد تبين أن ما نراه في سفر رؤيا يوحنا حيث يشير الكاتب لرقم 666 بصورة مروعة ليس هو ما قصد تماما استخدم 666 ببساطة كرمز وليس بالضرورة رمزا مخفيا فقد كتبت ذلك النص أساسا باليونانية القديمة حيث كتبت الأرقام كحروف كما هو الحال في العبرية اللغة الرئيسية الأخرى لنصوص الكتاب المقدس الأصلية بالنسبة للأرقام الصغيرة فقد مثلت الأحرف الأولى من الأبجدية اليونانية ألفا بيطا غاما الأرقام 1 و2 و3 وكما في الترقيم الروماني فعندما نريد أن نشكل أرقام كبيرة 100 مئة وألف ومليون فهي تمثل بجمع الحروف الخاصة بها معا وهو ما يعني أن لكل كلمة قيمتها العددية وبالعودة للكتاب المقدس حيث نقرأ بالإصحاح الثالث عشر من سفر رؤية يوحنا هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده 666 الكلمة الإنجليزية ريكون حسب أتت من الكلمة اليونانية كالكوليت حسب أو صولف حل لذلك فإن ما يعنيها النص تقريبا هو سأعطيكم لغزا وعليكم احتساب رقم كلمة الوحش حسنا بالنظر إلى حالة الكراهية التي سادت بين المسيحيين الأوائل تجاه الإمبراطورية الرومانية وخاصة قائدها القيصر نيرون والذي اعتبر شريرا على وجه خاص فقد بحث العديد من المؤرخين عن إشارات في هذا النص من الكتاب المقدس والذي حتما لم يأتي من العدم وكان نتاجا واضحا لمجريات زمنه عندما نقرأ النص الأصلي فإننا نرى في هذا المقطع بأن الأرقام 666 كتبت بالعبرية والتي تعطي أهمية أكبر للأرقام التي تعني كلمات والكلمات التي تعني أرقاما عما هي عليه في اليونانية القديمة حيث كان الكاتب واضحا جدا في محاولته إيصال فكرة ما وحتما إذا ترجمنا الأرقام 666 العبرية إلى الكلمة المقابلة لها فسنجد نيرون سيزر وهي التهجئة العبرية للقيصر نيرون وحتى إذا أخذنا التهجئة المقابلة لعبارة رقم الوحش والتي وحدت في العديد من نصوص الكتاب المقدس مكتوبة كرقم 616 فيمكننا ترجمتها لتصبح القيصر نيرون يضيف هذا الأمر نوعا من اللغز والسر على التعقيد الأصلي للنص فحتما لا يريد أحدا أن يكتب كتابا تحت الاضطهاد الإمبراطوري ويقول فيه إن أساس كل الشر هو القيصر نيرون وبالنهاية فعندما قلنا أن الرقم 666 لا يحمل أي خصائص رياضية واضحة فإن ذلك لم يكن صحيحا تماما لأنه يعرف في الواقع يعرف بالرقم المثلث